المؤشر الخامس ضمن معيار الابتثال والالتزام يقيس مدى التزام الجمعية بإعداد التقارير الدورية المطلوبة ورفعها للوزارة خلال الفترات المحددة يركز مثل ما ذكرنا هذا المؤشر على مجال التقارير ويتحقق من الالتزام الجمعية بإعدادها بصورة دورية وبالشكل الصحيح لرفعها للجهة المختصة ضمن إطار زمني محدد وذلك من خلال مجموعة من الموضوعات أهمها إعداد رفع التقارير السنوية المعتمدة ونسخة من الميزانية التقديرية للعام الجديد للوزارة وأنا هنا ودي أضيف أن ينبغي أن تكون هذه التقارير السنوية تظهر مستوى الأداء الاجتماعي بشكل واضح الأداء الاجتماعي مقصود في المخرجات والنتائج والأثر للأداء بالإضافة إلى الأداء المؤسسي للمنشعة والأداء الاقتصادي للمنشعة ثاني نقطة أو ثاني موضوع رفع التقارير المالية عن السنة المنتهية خلال فترة لا تزيد عن أربع أشهر وهذا يعني ضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد الانتهاء من التقارير المالية المعتمدة من المحاسب القانوني خلال هذه الفترة وثم رفعها للوزارة خلال هذه الفترة بإشراف من مجلس الإدارة والجمعية العمومية ثالث نقطة أو ثالث موضوع هو إعداد ورفع التقارير المالية الربعية إلى المشرف المالي وللمشرف المالي للجمعية المعتمد بالإضافة إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية يحتوي هذا المؤشر على ممارستين تركز كل ممارسة على موضوع واحد أو عدة مواضيع أثناء تطبيق الممارسات وذلك من خلال بطاقة الممارسة بطاقة الممارسة سبق أنه نحن وضحنا وعرفنا عنها في الجزء الأول والثاني من معيار الامتثال والالتزام يبلغ وزن هذا المؤشر 9% من إجمال وزن معيار الامتثال والالتزام